السلام عليكم سوف نتحدث اليوم عن الثورة الامريكية الثورة الامريكية هي ثورة بدأت في القرن اواخر القرن الثامن عشر بين المستعمرات البريطانية التي كانت تقدم من بريطانيا واستلطنت في امريكا الشمالية والحكومة البريطانية طبعا هي معركة كانت تحدث بين امريكا والحكومات البريطانية كانوا بهدف انه بدهم يأسسوا دولة جديدة بدهم تعرف بالولايات المتحدة الامريكية سوف نتحدث كيف عرفت بريطانيا هذه امريكا الشمالية بدأت الاهتمام بالقرن الامريكية انه كانوا يبعثوا مستكشفين واحد اسمه جون عام 1497 اكتشف شواطئ امريكا الشمالية وقام بتأسيس اول مستعمرة بريطانية فيها عام 1607 وسميت هذه المستعمرة بستعمرة جيميس طبعا هذه المستعمرات كانت 13 مستعمرة هو اولا كان قادما من بريطانيا فاكتشف الشواطئ والسواحل امريكا الشمالية فقدم اليها هو اول واحد قام باكتشافها وما الا ذلك اصبح يأتي مجموعة من البريطانيين ويضعهم في بيوت او هم بيوت يصنعوها هم ويسكنوا فيها اصبحت عندي 13 مستعمرة كانوا يعملون بالزراع وتربية الموانئ المشاء والتعدين والتجارة طبعا ملك جيميس الاول هو اول من قام بتأسيس مستعمرات خارج بريطانيا واعطى الشركة الحق في سك النقود وفرض الضرائب وكانت المستعمرات 13 نوال مكونة للولايات المتحدة الامريكية بعد الاستقرار يعني انا كان عندي مجموعة من البريطانيين كان يؤتوهم من بريطانيا يضعوهم في الولايات في الامريكا الشمالية طبعا هنا سوف نتحدث عن سبب انشاء هذه المستعمرات لماذا كانت بريطانيا تهتم بانشاء المستعمرات في امريكا الشمالية رغبة بريطانيا في الحصول على مواد الخام جعل هذه المستعمرات سوقا لتصريف البضائع البريطانية رغبة المهاجرين في الحصول على الاراضي تصدير الفائض من السكان الاوروبيين سوف ان بعد ما استوطنوا البريطانيين امريكا الشمالية سوف نتحدث انه كيف كان نظام الحكم في هذه المستعمرات كان نظام الحكم غير مباشر وشبه مستقل لماذا كان هذه شبه مباشر وغير مستقل كانت انه بسبب المستعمرات اللي كانت موجودة في امريكا الشمالية بعيدا عن بريطانيا يعني الدولة الحاكمة الاساسية بعيدة عن مستعمراتها فكانت تنجبر انها تعطيهم نوع من انواع الحرية والاستقلال طبعا عندما هذه المستعمرات كانت تتكون من عدة من الجهات طبعا هم كانوا بهدفهم تأسيس هذه الجهات او وجودها انه يسيطروا سيطرة كاملة على هذه الزاء البلاد كان عندي حاكم يعين من قبل الملك يحافظ على امن ورعاية مصالحها المستعمرات المجلس الاستشاري مهمته اعطاء المشهورة للحاكم المجلس التشريعي منتخب من قبل سكان هذه المستعمرات بيهتم بفرض الضرائب وتحديد الرواتب والمصالق على القرارات والقوانين وعندما تلاحظون او تقرؤون في نظام الحكم هم كانوا هدفهم الاول والاساسي تأسيس دولة امريكية بريطانية في امريكا الشمالية من خلال نظام الحكم حكنا انه عندي انا عندي ولايات متحدة امريكية بتتقسم لعدة ولايات منها امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية لكل ولاية كان عندها نوع خاص من الحكم كان لها موطني هاي الولاية فيه لهم بنتخب الرئيس ولكل ولاية كان لها نوع نظام قضائي مستقل الى الان طبعا هنا تعرضت بريطانيا في النصف القرن الثاني عشر الى ازمة مالية طبعا البريطانيا كما هي معروف كانت انها اتقود حروب مع فرنسا بسبب تكاليف التي تكلفتها في الحرب مع فرنسا ادت الى شعورها بأزمة مالية هسا عندي الامريكيون ما عجبهم انه كون عندي انا بريطانيين ومستعمرات بريطانية في ارضهم قاموا انه بدهم يثوروا على المستعمرات البريطانية وبسبب انه اذا بتلاحظوا بريطانيا كان عينها نوع من انواع الانتهاز للشعب الامريكي انها تفرض عليهم ضرائب وتحدد لهم رواتبهم وما الى ذلك هسا سوف نتحدث عن اسباب قيام الثورة الامريكية اخضاع سكان المستعمرات للحكم المباشر البريطاني اصدار قانون الملاحة التي ينص على منع تبادل التجاري الا مع بريطانيا منثل التبغ والقطن وما الى ذلك فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمهورية كضريبة السكر والزجاج كانت هاي الضرائب يفرضوها على سكان شعب امريكا الشمالية فثاروا انهم ليش هم يخضعوا طحت حكم واحتلال وما الى ذلك مجريات الحرب وكيف حصلوا الامريكيين على استقلالهم رفضوا مش هم يفرضوا عليهم الضرائب قاموا بمجريات الحرب انهم قاموا اول اشي السكان برفض دفع الضرائب ورفعوا شعارات اللاذ الضرائب قاموا بمقاطعة شراء البضائع البريطانية مما ادت الى انهم بريطانيا تلغي ضريبة هاجموا سفن بريطانية محملة بالشاي وسميت هذه بحفلة الشاي طبعا هم كانوا بدهم يضعفوا سكان امريكا الشمالية كانوا بدهم يضعفوا المستعمرات البريطانية عن طريق مقاطعتهم بشكل كامل ومقاطعة اقتصادهم طبعا هي هاي اقوى حركة عملها سكان امريكا الشمالية ضد المستعمرات البريطانية ومن هما سوف نتحدث انه انا صار عندي صار عندي تمرد نقبل امريكا الشمالية على المستعمرات البريطانية فكان رد هذه المستعمرات إنه بدهم يعقدوا المؤتمر القاري عام 1774 الذي أقيمه في مدينة فليدفيا وطالبوا فيه بضرورة موافقة ممثلي الشعب على فرض الضرائب يعني كانوا بدهم يعملوا مؤتمرات حتى يخمدوا ثورة أمريكا الشمالية ضدهم لكن ما كان فيه عندي أنا أي استجابة عقدوا مؤتمر القاري الثاني عام 1775 من كانوا يعقدوا بريطانيا كانوا بدهم إنشاء جيش موحد في المؤتمر القاري الثاني إرسال طالب آخر إلى بريطانيا لوقف هذه الإجراءات أن تتولى المستعمرات حكم نفسها بنفسها جاء عندي شخصية معروفة هو جورج واشنطن كان والده مزارع عين قائدة للقوات الأمريكية أثناء هذه الثورة يعني جورج واشنطن كان داعما للثورة الأمريكية عين قائدا أو رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وسميت عاصمة أمريكية باسمه تقديرا له لحصوله على الاستقلال اسم هذه العاصمة هي عاصمة واشنطن جورج واشنطن طبعا رفض ملك بريطانيا المطالب لما عقده مؤتمر قاري الثاني وقاري الأول رفضت بريطانيا هذه المطالب لأنها كانت هذه المطالب ليست لمصالح أو ليست لمصلحة المستعمرات البريطانية فقام جورج واشنطن بحملكات عسكرية ضد بريطانيا وبدأ الحرب الأوروبية ضدهم كان عندي ناس شاركوا في الثورة بين أمريكا شاركوا بالثورة بين أمريكا كفرنسا وهولندا وإسبانيا شاركوا بالحرب بين أمريكا الشمالية وبين المستعمرات البريطانية طبعا بسبب التنافس الاستعماري بينهم أعلن الأمريكيون استقلالهم في 4 تموز عام 1776 اللي قاد هذه الحملة من هو جورج واشنطن اللي قام بإعلان الاستقلال الأمريكيون لما عرفوا بريطانيا عرفت أن أمريكا قامت بإعلان استقلالها أرسلت 30 ألف جندي لاحتلال نيويورك كردة فعل لاستقلالها طبعا كانت نتيجة هذه المعركة أنه الحق الضرر الخائل الفادح في جندي البريطانيين وكان عندي معركة عام 1777 رفعت الروح المعنوية للجنود الأمريكيين لأنها فازوا وقاموا بهدم وكسر القوات البريطانية مما دفع فرنسا وهولندا وإسبانيا المشاركة في الحرب إلى جانب الأمريكيين وعام 1783 اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية كاملة نتائج الثورة الأمريكية قيام أول دولة مستقلة في العالم الجديد إضعاف مركز بريطانيا وإعادة بعض المستعمرات إلى فرنسا زيادة حد العجز المالي في فرنسا إرسال مبادئ الحرية والعدل والمساواة كما كلنا نعرف بأن أي دولة محتلة بدها تدافع عن أرضها بدها تدافع عن شعبها بدها تدافع عن حقوقها لذلك قامت الثورة الفرنسية ضد المستعمرات البريطانية كانت هدفهم إنهم يأخذوا استقلالهم يأخذوا حريتهم لأنها كانت بريطانيا بتعمل بسياستها الممنهجة إنها تضعف أمريكا الشمالية تحاول تسيطر عليها عن طريق فرض الضرائب العالي والباهضة فيها كانت بتحاول إنها تلتد في مستعمراتها إعطاء الحرية الكاملة لمستعمراتها فرض القيود والضرائب على سكان أمريكا الشماليين مما أدت نتيجة لبعض أمورها الانتهازية ونتيجة لسياستها الظالمة ثار الأمريكيون ضد هذه المستعمرات البريطانية وكان قائد هذه الحملة جورج واشنطن كما قلنا بأنه نجح الأمريكيون في القضاء على المستعمرات البريطانية وكانت نهاية الحرب أنه فاز جورج واشنطن في حملته وتم الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية وهنا قد نكون أنهينا الثورة الأمريكية نحن نتحدث بشكل عام إنها كيف فعل سيطرت أمريكا ببداية أمرها على سواحل أمريكا الشمالية وكيف قامت أمريكا الشمالية بانتزاع سواحلها وردها من بريطانيا قد نكون وصلنا إلى نهاية الدارس دمتم بود